سنحت لنا الفرصة لتجربة نسخة تجربية من لعبة السيارات المنتظرة Forza Horizon 5 وجبنا لكم معلومات كثيرة عنها قبل ما أبدأ حاب أقول لكم إن ما لقينا اللغة العربية في اللعبة والطور اللي لعبناه هو الأوفلاين يعني ما رح نذكر أي خصائص لطور الأونلاين في الفيديو والنسخة اللي لعبناها هي نسخة الأكس بوك سيريس إكس والفيديو رح يكون دقة 4K يعني حط دقة 4K عشان تشو الفيديو بأفضل صورة أداء اللعبة كان ممتاز بدقة 4K حقيقية وسرعة 30 إطار ثابتة على طور الكواليتي مود جربنا طور البرفورمتس وأعطى دقة 4K متغيرة و60 إطار ثابتة لكن لاحظنا فرق في جودة الرسوم وقررنا نستمر على طور الكواليتي عشان نعطيكم أوضح صورة ممكنة للعبة رسوم اللعبة جدا مبهرة ويمكن الأفضل في السلسلة من ناحية تصميم السيارات والمضامير والأماكن والبيئة وتفاصيل السيارة كلها كانت جميلة جدا المضامير بيكون فيها عامل بيئية مؤثرة مثل عاصفة رملية تدخل وسطها وتقل من رؤية وعليك أنك تتجاوزها بداية اللعبة رح يخيرك من ثلاثة أنواع سيارات كورفت جيب فورد برونكو وتيوتا سوبرا هذه السيارة رح تستخدمها في التنقل في العالم المفتوح في اللعبة ويتجر تغييرها في أي وقت تبغى يعني لتشيلها من الاختيار اخترنا في البداية الكورفت وبعدها طلب مننا نحط اسم اللوحة وحطينا درو جيميك وتوجها لأول مهمة في اللعبة بفتح الخريطة واختيار الوجه لها ولما وصلنا أعطونا سيارة جديدة بالكامل نستخدمها وكانت المهمة هي اللحاق بطيارة والوصول إلى مكان الاحتفال لعبة فورزا هورايزون 5 بيكون فيها سيارات كثيرة جدا من أول يوم اطلاق لها بيكون فيها فوق 500 سيارة مختلفة وتقول تحصل عليهم وتطور فيهم وتعتبر الأضخم في السلسلة من ناحية وجود أكبر عدد من السيارات من أول يوم اطلاق وفي اللعبة أي شي تسوي في السيارة رح تأخذ نقاط عليها مثل القيادة الآمنة أو حتى القيادة المتهورة وحتى التفحيط رح يعطيك نقاط في اللعبة ولما يكمل عدد معين من النقاط رح تحصل على سكل بوينت وتستخدم هذا السكل بوينت بترقية الخواص الموجودة في السيارة وكل سيارة لها خواص مخصصة لها فقط يعني كل سيارة بتكون مختلفة وهذه فقط بتأثر في طريقة تجميع النقاط والحصول على نقاط خبرة أكثر بطرق أكثر واللي ترفع مستوى لعبك ويخليك تستعر على أنواع سيارات جديدة وخواص كثيرة تفتح لك أكثر في البداية عطونا مهام أن نختار مهمة واحدة من مهام القصة الأولى كانت التصوير داخل عاصفة رملية والثانية كانت البحث عن سيارة بيت المفقودة اخترنا المهمة للبحث عن سيارة المفقودة توجهنا إلى مكان المهمة واللعبة فيها مقاطع سينمائية تحكي الأحداث والمهمات اللي تقابلك في القصة بعض المهمات رح خلونك تسوق نوع خاص فيها من السيارات مثل هنا في بداية المهمة أعطونا السيارة لونها أزرق صغير وبعد ما لقين السيارة المفقودة أعطونا السيارة شاحنة كبيرة عشان نشيل السيارة المفقودة إلى مكان المهمة وننهيها وطبعا بعدها بيعطونا نقاط على حسب إدائك في المهمة بعدها فتح لنا العالم المفتوح في اللعبة وفيها مهمات وفعاليات كثيرة جدا ومتنوعة ولعبة فورزة هولزين فايف بيكون فيها أضخم طور كامبين مر في السلسلة وحجم الخريطة أيضا الحين صار لازم نحصل على عدد نقاط اسمها أكوليت عشان تفتح لنا الفصل الجديد في القصة وعشان تجمع النقاط الأكوليت لازم عليك أنك تخلص الفعاليات والسباقات الموجودة في العالم المفتوح وكل واحدة منهم بطاعتك نقاط أكوليت بناء على أدائك فيها اخترنا سباق وتوجهنا له وقبل ما يبدأ السباق بيعطيك خيارات منها خيار الكوب بحيث تلعب مع صديقك وما كان مفتوح لنا غير خيار السولو بعدها بيعطيك لائحة اختيار من مجموعة السيارات اللي تملكها وراح يعطيك أيضا اقتراح بأفضل سيارة مناسبة للمضمار الحالي واخترنا سيارة الفورد اسكورت لأنها أكثر واحدة مناسبة الجميل في اللعبة أنها لعبة أركيدية يعني ما تحتاج تكون عندك مهارات كبيرة في السواقة عشان تبدع فيها وأيضا يكون فيها أسهم لونها أزرق تساعدك في السواقة بحيث تبين لك متى تخفف عند المناطفات وفي هذا السباق الجو كان بعد انتهاء المطر يعني الزفلت مليان موية وهذا يخلي السواقة فيها نوع من الصعوبة والتحدي خصوصا أثناء المناطفات فيها والجميل في الرسوم توضيح العكاس لأشعة الشمس على الأسفلت وأيضا بعض الطين على الأسفلت يكون واضح قدامك قدرنا نحصل للمركز الأول في السباق وعطونا أعلى نقاط أكوليت للسباق وفي اللعبة مساعدة ملاحة اسمها آنا وعشان تفعلها عن طريق الضغط على السهم تحت ورح يعطيك خيارين الأول للحصول على نقاط الأكوليت أكثر الثاني إذا حاب تروح لأقرب سباق طبعا حنا نحتاج نقاط أكوليت واختنا الخيار الأول واقترحت لنا فعالية منطقة السرعة توجهنا لها هي عبارة عن قياس أسرع سرعة توصلة في منطقة محددة وقدر نحصل على نقاط الأكوليت فيها وأيضا في خاصية أنك تقدر تتحدى أي سيارة موجودة في الشارع بيكون عليها اسم أو رقم فوقها وكل عليك تسوي أنك تقرب منها وتضط على زر الـ X ورح يبدأ السباق بينكم وبعد ما تفوز بتحصل على النقاط واحدة من الفعاليات كانت الوصول من نقطة البداية إلى النهاية في طرق وعرة وفي البداية ما قدرنا نوصلها في سيارة الكورفت بدلنا السيارة إلى فورد برونكو وقدر ننهي الفعالية بنجاح وهذه أيضا أحد أسباب أن كل سيارة لها خواص فيها تقدر تستخدمها في أي سباق وأي فعالية تكون مناسبة لها بعدها جمعنا نقاط كافية من الأكوليت للبدء الفصل القادم من القصة وهو شراء البيت الخاص لك لكن للأسف هنا انتهى الدمو وما نعرف البيت عيش بتكون فائدته في اللعبة لعبة فورزا هورايزن 5 راح يكون فيها عالم مفتوح وشازع مكون من 11 منطقة مختلفة وكل واحدة فيهم لها مناخ والمضامير الخاصة فيها من مناطق صحراوية إلى الغابات والبراكيم هذه كانت تجربتنا لعبة فورزا هورايزن 5 أتمنى تكون عجبتكم وكان معاكم بعد الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة